يجي هنا سؤال إذا كان بنيمين نتنياه سوف يصر كمجرة العادة على إيجاد أمر ما يمكنه من خرق هذا الاتفاق أو خرق هذه الهدنة على الأقل في المرحلة الأولى مرحلة الستة السابعة الأولى نتمنى بس الأولى أنها تبدأ أنا بعتقد وبظن أنه يتم الدفع با أو إذا كانت تلقائيا أو حتى بدفع بشكل مباشر أو غير مباشر للمستوطنين أنهم يبدأوا يقوموا ببعض الأفعال العدائية فتبدأ ترد المقاومة فهنا يجي بنيمين نتنياه ويقول أنا كنت ماشي كويس المقاومة هي اللي ردت هل هذا السيناريو قد يحدث وإيه هي إمكانية الحيلولة دون هذا أو تفعيل هذا السيناريو هل ساعتها الرأي العام الإسرائيلي يقدر أنه يحول دون تحركات لبعض المستوطنين الرأي العام في إسرائيل في الحقيقة يدرك تماما أن هناك ألاعيب من نتنياه والأحزاب الدينية المتشددة المشاركة معه وأي تهرب سيكون مدرك من خلاله أن هذا وراء نتنياه وهم يدركين ذلك الآن أن هناك تحايل من نتنياه لعدم قبول هذه الخطة ولكن دور الوسطاء الجانب المصري والجانب القطري هم يقومون بضمان أن لا تتصرف المقاومة الفلسطينية دون الرجوع إليه إلى جانب الجانب الأمريكي وبعض القوى الأوروبية سيضمنون أن لا تحدث خروقات أو أي استثناءات أو أي تعايلات من الجانب الإسرائيلي هنا لابد أن يلعب الوسطاء الأوروبيين والأمريكان من ناحية والجانب المصري والجانب القطري دورا في الوصول إلى حلول وسط حتى لا تنهار هذه المبادرة نحن نقدر نضمن يعني أنا أقدر أقول أنه مصر تقدر تضمن 100% هل الأمريكان يضمنوا نتنياهو؟ هي الإشكالية هنا بقى الإشكالية أن نتنياهو بيزايد لأنه ده بيعتبر جزء من الدعاية الانتخابية للانتخابات القادمة بدأنا من الآن يعني مزايدة نتنياهو وأنه الليلة يتحدث عنه عن طريق تويتر الليلة يتحدث عنه لابد من تحقيق أهداف العملية العسكرية أو العدوان الإسرائيلي على غز لابد من القضاء على حماس لابد إلى الآن بس ده بيندرك ضمن المزايدة الانتخابية لمرحلة ما بعد الحرب اللي هي الانتخابات القادمة لكن الأمريكان مجهزين بني جارتس وتم استدعائه إلى واشنطن والتباحث معه وقرر نتنياهو معاقبته بأنه يبلغ السفارة الإسرائيلية في أمريكا لا تتعاوني معه ولا تستقبليه لأنه هو بيعد الآن ليكون الخليفة والآن بدأنا في حروب استطلاعات الرأي من رئيس الوزراء القادم؟ بدأنا بالفعل في إسرائيل بدأنا في من الحزب الأكبر الذي يمكن أن يشكل الحكومة القادمة؟ حروب استطلاعات الرأي بدأت تظهر طبعا مين اللي بيعمل استطلاع الرأي؟ استطلاع الرأي هل هم أحزاب أو أجهزة أو جمعيات أو منظمات تابعة لنتنياهو ولا تابعة للمعارضة؟ في حروب الآن بدأنا نتحدث فيها على الرأي العام في إسرائيل جزء كبير منها بيتكلم على أن نتنياهو وحزب اللي كود سيكونون رقم 2 أو رقم 3 وسنتولى حزب فاني جانتس وأحزاب أخرى هو اللي سيقومون بتشكيل الحكومة لأنه نحن الآن أمام أقل شعبية وصل لها نتنياهو منذ أن كان أول رئيس وزراء من الإسرائيليين لأن نتنياهو في الحقيقة ليمستين أو سمتين بيتمايز بهم عن غيره أول رئيس وزراء يمسك من أبناء إسرائيل يعني مولود في إسرائيل إلى جانب أنه أطول فترة حكمها كرئيس وزراء كان الأول بيصبخه بن جوريون دلوقت هو سبغ بن جوريون عشان كده بيسموه زكينج أمالخ فمن هنا هو مش عايز ييني حياته بهذا أنا بسميها هدنة بتعمل هزيمة